أهلاً بكم وحلقة جديدة من بصراحة الحقيقة النهاردة ضيوفنا نجوم ومعانا نجم أنا الأول هو نجم في الطرب وأصبح نجم في التمثيل وأصبح نقول إيه نجم شباك معانا الفنان سعد الصغير معانا أيضاً نجم النجوم ونجم الكوميديا اللي بكانا وأضحكنا كثيراً فنان طلعت زكريا فنان طلعت زكريا لما قلنا لك إن سعد تضيف معاك دي ما سألتش ليه وش معانا سعد لا أنا عرفت إنه يبقى فيه ممثل ومطرب أو اتجاهين يعني مختلفين فأنا رأحضت يعني سعد صديق وزميل فهذا شيء يسعدني إن أنا أكون معايا سعد الإرادات ابتدت حقها في أفلامك هل ده يثبت إن أنت فعلاً يعني أثبت وجودك على الصحة ولا زي ما ناس كثير قوي بتقول إن الموضوع عشان بيبقى تجاري قوي فبيعمل إرادات في الشباك لا هو فضل ربنا الحمد لله أنك قد في آخر ثلاث سنين قالوا إن سعد صغير نجم الكوميديا خلال الثلاث سنين اللي فاتوا فعشان كده ربنا أكرمني والناس طبعاً بتسمع النقد نجم الكوميديا يعني أنت عليت عن أحمد حلمي عن فنان عد الإمام عن كل الناس دي لا عشان إرادات أنا فضل ربنا فيلم شارع الهرم جاب إراد في يوم واحد بس في تاريخ السلمة المصرية أعلى إراد يعني؟ أعلى إراد في تاريخ السلمة المصرية كلها ده بشات النقاط وبكل والتذاكر أستاذ صغير حديتك موافق على الكلام ده إن سعد صغير هو نجم الكوميديا في الثلاث سنين اللي فاتوا أعلى إرادات؟ أنا موافق على كل الكلام اللي قالوا بس نجم الكوميديا دي بعيدة شوية بعيدة؟ إحنا عندنا نجم الكوميديا واحد ده لأستاذ عد الإمام بشهادة الملايين في الوطن العربي كله يأتي بعديه بقى حلمي وسعده أنا عن نفسي في درجة متأكرة يعني سعد في الكاتجري بتاع حلمي؟ أنا فيلم شارع هرم جاب أكتر من بوبوس حضرتك أنا بقول حكة بس أنا فيلم جاب رضاة حسن مسعد الإمام في فيلم بوبوس يا بيه ما قلتلك عشان فيه ترابات تي ترابات تتو المهم فيه ترابات تتو ترابات تتو أنا فيلمي جاب رضاة حسن مسعدة تتو لا نفهم يعني إيه فيه ترابات تتو وترابات تتو فيه رأسه هنا وشخلاعة وبيضة الرأس فيه طب هو ده السؤال اللي أنا سألت لها أيوة فيه الحاجات تيل هي بتجيب الناس طب ما انت عملت كده الحاجك في قصة حي الشعبي عملت ترابات تتو وترابات تتو بردو Vkäه تربات تتو طب مهوههه اقراضات عالية طيب انا بقولي مهول كدا ان الافلامي فيها تربات تاتو و تربات تيت اي هو derivative هو لعب مش فيك العب في الجمهور اللي بيخش التربات تيت و التربات تيت هو وأستrence دعت انه حو virtually انه هو احسن نجم الكميديا ومووج عليه ذلك ولا انه قولت حضرتك لا انت قولت لا انت قولت النجم الكميديا لانت قولت النقاد 1941 انت قولت قالو القول لو النقاد قالوا كده سوري ما بيفهموش يسترجي sabes لا التمثيل ده حكاية عايدة عشان تبقى راحك بادة سلطلات واخد من الموقف خصت حشع عشان برضو المتفقين ايه هو ما بيقولش عليك نجمة عشان هو واخد منك موقف قصتك ماعتقدش ان الكلامك مظبوط يا سعد انا شايفك سلطلات انا طبعا بحتو حكا لا انا هقولك الحقيق عشان في الموضوع ده انت مش نجم كوميديا انت نجم غنى ونجم كمان في ناس بتتعداك يعني في ناس متخطياتك في الغنى زي مين حضرتك؟ لا زي حكيم حكيم يعني اعلى من سادس طبعا انا بالنسبالي شعبان عبد الرحيم عبد البسط حمودة دول ناس كده بوسطاء والابلتي بتاعهم ظاهرة على الشاشة يعني في مراحل لازم كل واحد مننا يبقى عارف موقعه فين اما لان اي حضرتك السادس حكيم نجم انا بيانا حضرتك انت نجم لا دول انا استاذ حكيم وستاذ عبد البسط حمودة لا دول اقدم مني بس لكن مش احسن مني في السودة لا اقدم مني دول اقدم مني اعلى كمان انا معرفش عني ايه ابلتي القبول والقدرة لا القبول ده بتاع ربنا اهم اقدم مني لكن مش حسن سود مش حسن مني دول بيقفوا بيقفوا يغنوا من غير ما يرقصوا كلهم بيغنوا من غير ما يرقصوا لا ابرقوا كان ده رأي حضرتك وانا احترم حضرتك انت بتعتبر نفسك اعلى من القسوس طلعت زكريه؟ في السنتين اللي فات طبعا اعلى من القسوس طلعت اللي فاتوا دول حدوا عشان انا حضرتك جبت ارادات يعني عمتلك حق معنا لا دي الارادات اللي فلقنا بنا يعني انت عايز تنزل في العيد ونازل عند مصريين مكتئبين وعمل لهم رأس وعمل لهم غنى وعمل لهم موضوع شعبي من الدرجة الاولى مش عايز الفيلم ينجح ماشي يا السنتين اللي بقول لحضرتك كم خلاص يعني ده مش اعجاز المهم ان انا كنت في حضرتك انا عملت فيلميني السنة اللي فتح على حضرتك كسروا مصر ايه الموقف اللي حصل وخلا يبقى فيه خلاف بك اوه عايز اسمع انا الموقف اللي حصل انا بحبه حضرتك وانا عايزار بس ايه الموقف ايه الموقف اللي حصل في الفيل يعني هو شاف ان اسحمد سبكي ايه زي بقول كده بلالدي مدلعني فطبعا فيه جملة هنا جملة هنا وسطلعت جملة هنا فاي ساد سبكي مثلا او اي حد السيناريست او اسحمد عبدالله يقولي اقول جملة هنا فهو اسطلعت يعترض ليه خلاص انا اشتغل بالسيناريو هو جملة وانا جملة يبقى سيناريو حضرتك فيه ايه ما فيه مثلا على الهوى جيه وسطلعت ما انفعش راح حضرك عمل مشكلة بسيطة ان ما انفعش وعشان هو المدلل وهو ابن الشركة وهو حصل مشكلة بسيطة كده ونفس المشكلة دي مع استاذة برضو نكول سبك ان هي بتقول كلام خارج السيناريو راح ما تخانق معها وعمل مشكلة برضو انا هو فانا بتقل ان هو من ساعتها واخد موقف ما بيني من حق اجاوب انت كذاب ليه اسطلعت انت كذاب بقولك عمري دا ما حصل ليه بحضرتك عمري دا ما حصل انا بسيب الكلاب تقول في الافلام بتاعتي يعني انا كلب حضرتك لا مقصودش يعني لو في كلب عايز يقول افه حلو اسيبه يقوله لان انا مع الافه الحلو دا ما حصلش اسطلعت لا انت بتجذب ودي مش غلطتك دي غلطت انا ان انا جيت في حلقة امتى فيها ومعرفش بقى دي غلطة الاعداد ولا غلطة مادام رهام ولا غلطة مين لا انا والله يمعرف ان في خلاف اصلا لا لما يبقى في حد المفروض ااجي في شبه مناظرة بيني وبيني يبقى على يبقى على مستوية اهو اتقلبت المناظرة اتقلبت كده لا يبقى على مستوية اللي حصل دا كذب وافترة ويعني ازا كان في فيلم جاب ارادات وارينا شطرتك في الافلام اللي بعد كده لا حضرتك حصل حضرتك وحضرتك وصح عمال سبكي موجود ممكن تكلموا حضرتك دا اللي حصل بالزبط لا اهو اصلا استرعت بيتكلم في حاجة ان فعلا انت مش مفروض يا سعد بتتعدى يعني حدودك لانهو يعني في الاخر استرعت اكيد معلش تسمحيلي يا ريام اسأله سؤال تاني انت ايه علاقتك بالفن ايه 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 يعني دخلت الفن ازاي بموهبتك طبعا استرعت ما رقصة حضرتك ما انت جبت مروح حضرتك فحاها وتفحها رقصة ورقصة انا ما جبتش حد اللي جبها المنتج وردت ليه طيب وانا مان مش دا دورها ما انت كنت بتروس معها بردو راسي دا بعيب اسطلع انا بعمل نفس النوعية لا يمكن وما بغنيش تلقى ما بيعرفش كلام كده والناس والصراحة راحة مش انا اللي غنيت هي اللي غنيت ما انت كنت ابلتنا عليك ابلتك انت ما مش هاطلع اقول العنب والحمار ما عليش كانت الاغنية ليك اسطلعت اغنية الحمار ليه؟ لا انا اسف لا انا بتكلم انت ما بتعرفش نغير الموضوع لا مش نغير الموضوع يعني واضح ان مش هيبقى فيه مواضيع لا نغير الموضوع عشان اه والله هو دا مش الاصد من الحلقة خالص لا عشان ما تنرفس وممكن اسيب الستوديو وامش لا ليه بس حريك ماينفعش تسيبي سيديو ديش حريك دفنا احنا مش ديفه هو هتجيب المين شعبان عبد الرحيم هتجيب المين حكيم حيثك كده العريك كده بتغلط في حكيمه وفي عبد الباصر لا دول يجو لي دول يجو يعودوا قدامي دول يجو يعودوا قدامي اه دول يجو دول فننين محترمين دول فننين محترمين بيقف في غني وهو سابت على مصر انا المفروض اقعد مع اسيس عادي الامام حضرتك برضه مش عاودش بستطلع على زكريه الاستيس عادي الامام ما يعرفكش اساسا لا لا ما يعرفكش فيلم إشار العرام جاي بإرادات أحسن بوبوس أحسن منه أحسن من بوبوس وكلمني وشكرني وبريكلي على الفيلم شكرك شكرك إن انت جبت إرادات أعلى منه بريكني على الفيلم هو الراجل محترم ما تكلمني ما جابش سيرت العرام أهي بس وقالكش بشكرك أنت عليت عني لا لا ما نفعش حدي على العرام يعني إنت حايز تقعد مع الأستاذ الإمامي يعني لو عاد الإمام عرف إن فيه جلسة زي دي وحيجي يقعد معاك حيجي يعني مش حيلحة يلبس حيجي بالشرق يقعد معاك من لهفته إن هو يقعد معاك اللي خلى حضرك عادت مع الرأي سوز عاد الإمام مش يقعد معايا عايدة عاجة بتاعت ربنا سوز عاد الإمام متواضع جدا حضرك يا متعرفوش سوز عاد الإمام أكيد طبعا حكبت إيه متواضع جدا لو قلت له عاد سعاد الزغير عايدة هيقعد عايدة طب ما جبتوش ليه يقعد معاك في القعدة إيه البرنامجة فنم يعني تكلفته لو بيحبك حيجي من غير فلوس لو طيقك حيجي من غير فلوس أنا شايف حاكو سعاد إيه أنا سوز طلق ممكن بس نهدي الجوة عشان هو مش ده الموضوع خالص سمحتك مش دي ظروف اللي هي مش دي ظروف خالص أنا حسكت أنا آسف إن أنا جيت حسكت يعني دي غلطتي لا 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 مش غلطة حق طب نروح للفاصل ونرجع مرة تانية أستاذ صلى الله الزكري وفنانس على الصغار ماليش انت اتغيرت برضو يعني أنا قعدت معاك في اللقاء من سنتين ما كنتش كده أنا مالغيرت فن بص عنا انت بتقول لي لنقاط دي روطة حاكو بيقول لي كيه بيقولك بالرأس وبيعايف حضرتك ما هو انت استفازيت لأنك بتقول أنا النجم أعلى نجم في 30 سنين لكيه وبقول لي حضرتك كستة عايش شعبي دراتي بقول لي أنا مفتكرهوش تفيلم كذا كذا وبيعيب في فيلم حضرتك وكال منه عايش برضو ازاي حضرتك وبيكلم عن رأيه والفني وانا منك جد قعد قدامك اسميك هالعايش أنا ممثل بمثل واخد فلوس طب فيلم تباق الرئيس ده انا بالنسبة لحدك ولا حاجة يعني بالنسبة لانا حاجة بقى عشان ما فوش تربات تتي ولا تربات تتو لا ده كان تطبيل للنظام السابق حضرتك بقى تطبيل اه تطبيل للنظام السابق ده حضرتك بقى احنا احنا بس فيلم تباق الرئيس ده تطبيل للرئاسة سعد انت ما ينفعش انك توضت القيمة سعد ما تتكلمش بالسياسة لانك كنت متراقش على الرئاسة الجمهورية وفي ناس اددك اسواتها عشان انا ضد الرئاسة وضد مبارك وضد الناس دي كلها ما تبوص سمعتك اه ضد مبارك حضرت اه ضد مبارك اه ضد مبارك اه ضد مبارك دلوقتي انت ضد مبارك مبارك رئيس اه مبارك تعال بخير يعني انت مأيد الاخوان دلوقتي ده انت ربنا ريحنا انك ما بقيتش رئيس والله دي كانت كتحت بقى ايام الكوميدي جدا يعني تخيل الاطفال هم واقفين في طبور المدارس بدأ ما يقولوا ياحيى الرئيس جمال عبد الناصر او انوار السلام ياحيى سعد الصغير ارتاد ترالا احنا بنهزر احنا بنهزر استرعت من المواقف الجريئة اللي بحترمك فيها جدا هو موقفك ايام صورة 25 يناير لما كان فيه لغبطة وانفلات السلوكي غريب وعدم احترام الرأي ولا ديمقراطية وكنت مصمم على رأيك اللي كان مخالف لاراء ناس كتير قوي حتى لو كان الواحد حسسها ما كانش بيقدر يقولها بالزبط موقفك اتغير اتلاقا خالص لم يتغير الى الان لسه مؤيد لمحمد حسني مبارك انا لازال الرئيس بتاعي هو محمد حسني مبارك الى الان خالص خالص انا مش شايف رئيس غيره اول واحد تقول ان كان فيه تحرش من دان التحرير وقعدوا اقول لك ازاي بتقول كده وازاي مش عارف ايه بعدين بعدين حصل 620 الف قضية تحرش من دان التحرير مليون قضية تحرش اه لكن اللي بيغير موقفه برضو غريب يعني تغيير موقفك ده انا مش بيتهمك بقى اي حاجة لا يغير ما يغيرش ليه لكن انا اعرف ان كان لك موقف مخالف خالص كنت مؤيد للرئيس محمد حسني مبارك وكنت معايا انا في حديث في قناة المحور قلت ان انت بتحب الرئيس ودلوقتي بتقول انك مؤيد الاخوان غريبة برضو انا 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 تعلمتش يعني ان انا ما انكرش ان اقولت كده بس احاك اتعلمت غلط اما عرفت رئيس مرسي وعدت اقرى عن نت الحاجات التبقية لكلها حبيته حبيته يكفي انه اعرف رئيس متواضع ينزل لجيب حاجة الحاجة بنفسه ايه كان بيجيب فول معاك من العربية ولا ايه ايه كان بيجيب الحاجة بنفسه لا متواضع متواضع انا عابلته في صراحة فكرة لا انا عايز اعرف يعني ايه بينزل لجيب الحاجة بنفسه مش تنك زحرك كده في صراحة فكرة انا وفنان حمد هلال سلم علينا عهاية دي وازاي رئيس حضراك بقى انا سوريا حضراك كده بقى هتحطه فوق دماغك عشان كده هو عش بص عشان حسن مبارك بيجيب بس طلعت زكريبة حبيبه يا عم حسن مبارك مش عايزك تحبه هو انت كنت عتزود حاجة لحسن مبارك بصنا عاد ثابت ازاي؟ ثابت عالموقف انما انت متعرج برضه يعني شغل الافراح مأثر فيه جامد طب احنا معنا فيديو ممكن نشوفه مع بقى لساعد ولا لما بس ما علاقة محمد السبكي بالثورة بس ده سؤال بسأله لك وبسأله لسادة المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا ايه اللي دخل الثورة في افلام محمد السبكي ولماذا يدافع محمد السبكي عن الثورة في اخر فيلم الفيلم في المنديل طلب مني محمد السبكي ان احنا حط صورة الرئيس السابق في اخر الفيلم قال لي لان رئيس طالما شاف فيلم طبخ الرئيس اللي انت عملته وروح تعادت معاه وقع جابي بحيتفرج على الفيلم ده كمان وكان فعلا رئيس السابق قال لي لان هتفرج على كل الافلام اللي بتعمله فهو حط صورة الرئيس في اخر الفيلم من باب ان لو رئيس شاف الفيلم يعني فجأة بعد السورة لقيت ان شايل صورة الرئيس وحطت صورة شهداء 25 يناير في اخر الفيلم واعلم في الجرائد ان انا اللي كنت طالب احط صورة الرئيس السابق في الفيلم وهو رفض تعليقك ايه تعليقي ان انا على كلام اللي انا قلت ده انا يعني هو كان مختلف في الفيلم عشان صورة الرئيس تشالت وتحط 25 يناير يعني قد ايه محترم في موقفه وثابت الى اخر دقيقة انا اقول رأيي حضرك اما بقولها رأيي حاجك بتهجمني وتعطي غلط فيه مش عاجمك اقول رأييك كموقات عادي ما تعملش استاذ طب ماشا سيد اقول رأييك كموقات عادي قطع تذكرة ودخلت انا رأيي ما كانش فيه اصلا فيلم انا عايز اقولك حاجة بقى قاعدة بس يعني فيه الفيلم منديل دي لو انت كنت عملت فيلم ايام الرئيس مبارك وطلبك انك تقابله كنت عترفض لا طبعا مش هروح هتجري على قدك ورجليك لا 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 مش هروح ما تقوليش لا 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 ما طبلش النظاب السابق ده خالص تطبل مين ده كنت عتتطبل على افاك ساعتها لا 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 انا بحب رئيس مورسي وبرده بحب رئيس محمد مورسي يعني انت بتنزلت تأيد رئيس عند جامعة رابعة العدوية وعمل اغنية لرئيس محمد مورسي ان شاء الله تزيع ان شاء الله بإذن الله سادة بالله يكلوك عند رابعة العدوية لو رحت مش بيعتبروا خالص لانت بتعمله ده مثلا فيه حرمانية او اي حد انا بعمل لها حضرتك انا بفرح الناس لا لا انا بقول من وجهة نظرهم يعني لا ما فيش اي حاجة عدوية ما كانوش قابلون حضرتك وقعدوا معايا وصلوا معايا يا عم مالك انت بالدين ومالك بالسياسة ما تخليك فيحالك ما تخليك فيحالك ما كلنا انت lil muslim يعني مسلم عنا اخوان مسلمين انا كنت باريس جمهورية حضراتك انا عارف كل حاجة انت جاهل خلاصة الكلام انت جاهل انا كنت باريس جمهورية حضرتك رئيس جمهورية وكت لو كنت ربنا كرام مجيعت كنت اعديك شاقة او توكتوك زي اي مواطن شاقة او توكتوك انا عايزة بس اسأل سؤال يا سعد انا بس عايزة اقول لو بقى دا رئيس جمهوريتي انا كموقفي هيبقى ايه كان هيبقى ايه موقف حضرتك طيب ممكن السؤال لحضرتك احساسك ايه لو بقى رئيسك سعد الصغير تبقى مبسوطة طبعا وهحس بيها والغلبان لو سمعت ما تجاوبش حاضر فتنا انا عايز من دمني هام تجاوب حاسب بقى اوه صاحبي ولا لا يعني حيبقى فخر ليك ازا كنا احنا بنضرب على قفانة برد لوقتي عشان رئيسنا اسمه كذا وما لما هيبقى سعد الصغير ومش بناتم حضرتك انا كنت هدي لكل مواطن شقة وتكتك والله العظيم وهعالج الناس ببلاش انت تعرف حضرتك لو كنت دخلت الرئاسة تعرف تجيب تلاتين الف توكيل في يومين ما تحرك عشان تخش رئيس لازمه بقى تلاتين الف واحد ما حبايبا ويقل في شوبرا تروح تجامل افراح تجامل طيب المهم ده 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 اثبات ان انا حضرتك انا عايز اسأل انا موافقة بقى رئيس جمهورية شوبرا انما رئيس جمهورية مصر انا عايز اسأل السؤال النجومية هل بتتحدد بكمل فلوس يعني انسان الصغير ده يعتبر راجل غني اجروا في النهاردة طالب اجر كبير جدا ما اعتقدش لا ما اعتقدش احنا شعبي يحب الهيسة وده ملك الهيسة انا اتفرجت عليه كتير وهو بيغني يطلع فوق الترابيزات وهو بيغني يطلع فوق كتف واحد تلاقيه على كتف وراكب ست حامل تلاقيه فوق بطنها وهو بيغني يعني مفيش اه مفيش هيسة اكتر من كده فهيسة ده كان طلع اسمه هيسة في الفيلم اللي اعمل ده مش كان اسمك هيسة في الفيلم ولا اسم فيه بس انت بالرغم من الكلام ده اشتغلتوا مع بعد انا كنت بقول جمل اقترب من الوصف اصطلعت في قصة الحياة الشعبي وكنت بدحك في قصة الحياة الشعبي والصورة بتاعتي في البانر في في العفيش اكبر من الوصف اصطلعت واسمي قبل من الوصف اصطلعت وفضل ربما سواله الفيلم اتنا اتناسب لي ان انا سعد صغيرة هادي كل الموضوع ففي حزازية فالناس ما تصدقش يا جماعة الناس تقول انا لو بطلع فوق ترابيزة ولا بقى يعني ازاي اغني واحدة عامر رو هطلع فوق وطنقز دي الزيتين لا 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 وبقولش تشبيه يعني اه تشبيه ده كناية على انك بتتصرف تصرفات عارف كناية يعني ايه اه يعني تشبيه تشبيه ايه يعني استهار كناية يعني يعني واي كأنك ففرح بنت حرورك ربنا رب يخليها لك طبعا مستلة جميلة واحد طبعا ربنا رب تبقى نيه مصر مش عجيبك مش عجيبني عشان في حوامل كتير في الفرح حيبوا مش عايزينو مش عايزينو حبيبي يا سعدة الله انتم تعتبر نفسك وانكم مختلفين انا مش اكمل بعد ازا حراكة لا 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 ولا ما اكمل والله يا سعدة ده بقى اصلا لا لا بترجو يا سعدة الله يا سعدة الله والله خلاص معي انت انا عشان يعني ما انكتش عالناس في الحلقة انتم مختلفين اصلا بقى بره البرنامج مفيش اي اختلاف انا بحبه جدا هو عارب بس هو بيتدعي ان انا بحقد عليه انا قدش بتحقد عليه اسطلعة انا قدش حتى اكدت اسطلعة انت دخلتك للحلقة بس انا قدش صحة يا سعدة يعني كانت تخد كده بصحة ده انا بقول حقيقة يعني تستفز اي حد وبعدين رجلة يا رجلة قدامي انا عدتها انا عدتها مكيرو كوافيرو حتة اسبرية دي بتعيرني عشان ما عنديش شاعر بتعيرني محدش بيوزبط للحلقة والله العظيم معظي يا راجل ما جايز في يوم تبقى زحلة كده ما تلاقيش حدة اسبرية تتحط فيها والله يا معظي بس انا عمري ما عرف اغلط حدك هو بص حداتك انا قبل تصويرك بتقولك هساعد ينزل رجلك بس قلت سيبه شوية تو بص دي في حقيقة انا رجل تعبان انا تعبان عمفاش حداتك لا 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 انت بس بتباين ان فيه جاز مشيك ماركة يركب على عفيش قصة حي الشعبي هو فيها ايه لو حد اتكتب قبل حد او حد عيلي عن حد او حد ولكن ده ما يعملش خلاف ده يا منك اختلاف لكن ما يعملش خلاف كان هضرب من كل السابع عشان قالت جملة برا 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 لا اتلمي بقى اتلمي لديك على وشك بقى اتلمي انا باضربش حد اه انا باضربش على حد وحزقك وحشتمك لو شتمت وضربتني اوز انا تحت اوام رحو دك لا ما تقوليش لو شتمتيني وضربتيني حدرتك انا تحت افرق انا هضرب من كل سابع ازاي يعني يا فندم لو شتمتيني وضربتيني انا ممكن ارد على حدرتك يبقى مستفزنيش لا انا مستفزنيش بقولي ايه حدرتك حدرتك عشان ده ما يحصلت لا حدرتك هم اه هعدفت بقى اي حاجة وحيبقى شكلك وحش لا فندم انت اه وانا الساس ابن كلب جزمة في الحكايات دي اقول الله العظيم هنا فيه احمار اقول له بحبك احمار بقى شكرا الساس مشكرا الساس مش بحتاج تعمل كده لاني ساعد صغير معانا في البرنامج وبيعمل فيك مقلب مقلب تبقى تخيل انها هتمشي عليه نساء صغير يتقالت عليه او يتنجم عليه او يعلى عنه ولكن هي الرسالة اللي عايزين نقولها زي كل حلقة ان مش معنى ان احنا مختلفين ان يبقى بيننا خلاف مش معنى ان حد يعلى عن حد او حد يتخيل انه حاجة يبقى ده برضو يعمل بيننا خلاف استاذ طلعت برضو انا شايف انه كان صبور عليك جدا وانه حواره كان مؤدب جدا لان لو نجم في حجمه سمع الكلام ده كان لازم يضربك بكوباية على طول فانا بحترم حدك ونفسي يبقى بيننا حوار ونفسي نسمع بعض ونفسي نختلف ولكن ما يبقىش بيننا خلاف شوفكو بكرا واسباحا لخير